فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري المسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار قال العلماء في الحكمة من تخصيص البنات بفضل الإحسان إليهن يعني لماذا لم يذكر مثل هذا للبنين قال العلماء إن احتياج البنات إلى الإحسان أكثر من الصبيان النفوس شغوفة بالصبيان مولعة بالصبيان والبنت فيها ضعف وبعض الناس سبحان الله لا يحبون البنات لذلك هو فعلا سماه ابتلاء ابتلي من هذه البنات بشيء لأنها تحتاج إلى رعاية ومصروف ثم ليست مثل يعني في الإعانة والدفاع والقوة ليست مثل الذكر ولذلك الإحسان إليها يصبح أجره مضاعفا فمن سترهن بالإحسان يجازب الستر عن النار وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان والجزاء من جنس العمل والظاهر أن الثواب المذكور قال العلماء إنما يحصل لفاعله إذا استمر عليه يعني على هذا الإحسان مر شرال فستان أو إنما مر شرال قطع الذهب وخرصنا لا إذا استمر عليه إلى أن يحصل استغنائهن عنه بزوج أو غيره